موسيقى المورد الحادي عشر قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون في الكامل الجزء العاشر في صفحة 181 ثم دخلت سنة 97 و597 هجري قال ابن الأثير عندي أولا وثانيا أولا ذكر عدة حوادث في سنة 597 هجري يقول أولا ذكر عدة حوادث في هذه السنة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل لاحظ لاحظ أن تعيش السلاطين في صراعات وتبادل اقطاعات وكسب أموال ولاحظ الناس أين تعيش يقول اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل وتعذرت الأقوات حتى التفت جيدا حتى أكل الناس الميته وأكل بعضهم بعضا وأكل بعضهم بعضا ثم لحقهم عليه وباءه وموت كثير أفنى الناس وفي شعبان منها تزلزلت الأرض بالموصل وديار الجزيرة كلها والشام ومصر وغيرها فأثرت في الشام آثارا قبيحة وخربت كثيرا من الدور بدمشق وخربت كثيرا من الدور بدمشق وحمص وحماء وانخسفت قرية من قرى بصرا وأثرت في الساحل الشامي آثارا كثيرا فاستولى الخراب على طرابلس وصور وعكة ونابلس وغيرها من القلاع وكانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا هذا أولا ثانيا ثانيا قال ابن الأثير الوفيات قال في هذه السنة في شهر رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن علي بن الجوزي الحنبلي الوعظ ببغداد وتصانيفه مشهورة وكان كثير الوقيعة التفجيدا هذا من أئمة المارقة من أئمة التيمية ما هي صفات هذا الحنبلي الجوزي ابن الجوزي لست أنا من أقيم هذا يقيمه من عاش معه وفي عصره هذا ابن الأثير يقيم يقول توفي أبو الفرج عبد الرحمن علي بن بن الجوزي الحنبلي الوعظ ببغداد والتصانيفه مشهورة وكان لاحظ نفس الإسلوب نفس الصفة نفس الأخلاق وكان كثير الوقيعة في الناس وكان منافقا كان جاسوسا كان من وعاض الصلاطين كان حاسدا حسودا حاقدا يقول وكان كان منافقا يقول وكان كثير الوقيعة في الناس أي ناس يقول لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له الله يساعدكم أيها الشيعة أيها الرافضة أيها الإمامية أيها الصوفية أيها الأشاعرة أيها المعتزلة أيها الجهمية لاحظوا كيف يتسلق ويصل إلى الصلاطين وينافق على العلماء يقول وكان كثير الوقيعة في الناس هذه صفات التيمية وإمة التيمية ليس عندهم إلا النفاق يسلكون كل الطرق الشيطانية للوصول من أجل النفاق والإيقاع في الناس كل من يخالفهم لا هذا التكفير مطلق لا يوجد نهاية لهذا التكفير والمآسية التي يمر بها المجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم إلا بالقضاء على هذا الفكر التكفيري لا يوجد هذه كلها من ذر الرمات في العيون هذه الحلول إن سميت حلولها هذه الترقيعات الفارغة لا أجدوى منها إذا لم يعالج أصل التكفير وفكر التكفير ومنبع التكفير فكراً وأصولاً ومنبعاً وأساساً أما الحلول العسكرية والإجراءات الاستخباراتية والمواقف الأمنية والتحشيدات الطائفية والوطنية والقطرية والقومية والمذهبية والدينية فهذه لا تأتي بثمرة إذا لم يعالج الفكر ومنبع هذا الفكر التكفيري لاحظ ما هو شغله الآن شغله أن يصل إلى منصب ينافق على باقي العلماء فيصفي باقي العلماء هذا هو عمل أمة التيمية لاحظ ماذا يقول ابن الأثير يقول وكان كثير الوقيع في الناس لاسيما من هذا؟ هذا ابن الجوزي هذا ابن الجوزي الحنبلي هذا من أمة المارقة الدواعش من أمة التيمية من أمة التوحيد الأسطوري يقول وكان كثير الوقيع في الناس لاسيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له والآن لا نعلم هل يقصد ابن الأثير الموافقين له كان أيضا ينافق على العلماء من يوافقه بالمذهب ينافق على المخالفين وينافق على الموافقين له أو كان ينافق على العلماء المخالفين له ومن وافق هؤلاء العلماء ومن وافقهم في مذهبهم ينافق على الجميع وكان مولده سنة عشر وخمسمائة أقول بمعنى أنه كان تكفيريا قاتلا لم يسلم من تكفيره بناء على هذا المحتمل حتى الموافقين لمذهبه فكيف باقي الناس أو لم يسلم من تكفيره كل من خالف مذهبه من العلماء وعوام الناس من نساء وأطفال وشيوخ الكل مباح الدم الكل مباح العرض والمال إنه منهج تيمي طبعت قلوبهم وقفلت عقولهم عليه فأين المفر يا أمة الإسلام؟ ممت شكرا